الاعلام اليمنية ترفرف وهوتافات النشيد الوطني وصور القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربو منصور هادي حاضر في يوم الاحتفال بذكرى النصري وتحرير مدينة المكلة حاضرة حضر موت من حكم الارهاب كان يوما يمني بامتياز حضر مشروع اليمن الاتحادي وغابت كل المشاريع الصغيرة واستقبلت رجالة الدولة والحكومة الشرعية شعبيا ورسميا بحفاوة عكست مدى توقي حضر موت للدولة وسلطاتها والنائب نفسها عن اي دعوات طائشة تعطل حركة الحياة رئيس الوزراء افتتح عددا من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد وتفقد المشاريع التي انشئت في وقت سابق مؤكدا في الوقت ذاته على ان المشاريع التي اعتمدت في الزيارة السابقة رصدت لها الموازنات وتم العمل فيها وانجزت بعضها وقال في حديثه لابناء حضر موت قد وعدنا بارسال مخصص المحافظة من النفط واوفينا وبسبب هذه الاموال التي تم تحويلها مركزيا من الحكومة وللمرة الاولى منذ اكتشاف النفط في المحافظة تحركت عجلة التنمية فحركت مياه راكدة وخلقت فرص عمل جديدة وتحسنت موارد المحافظة والموارد العامة في البلاد توزيع للثروة واعطاء مزيد من صلاحيات للامركزية اذا حسب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للوصول الى اقليم يتمتع بسلطاته ومؤسساته المحلية عن مشروع اليمن الاتحادي اكد رئيس الوزراء ان الدولة الاتحادية هي الخيار الوطني المتاح الخيار الذي يحافظ على اليمن موحدا وفي نفس الوقت يمن خالي من التعصف والظلم والاضطهاد وهو الخيار الذي يحقق توزيعا عادلا ومنصفا للثروة والسلطة مشددا في الوقت ذاته ان تحقيق هذا الحلم يتطلب مزيدا من النضان المشترك والحوار الاخوي البناء بين مكونات المجتمع في الذكرى الثانية لتحرير المكلة والنصر على حكم تنظيم القاعدة الارهابي تجدد حضر موت الوقوف مع الشرعية اليمنية والتمسك بخيار مشروعها الاتحادي كخيار وحيد ضامن لبقاء اليمن آمنا مستقرا متماسكا وهي رسالة تبعثها حضر موت الى مختلف مناطق ومكونات اليمن وان بوابة الامن والاستقرار والتنمية لا تكون الا عبر الدولة الشرعية وتغليب المصالح العليا على اي مصالح ضيقة وفي هذه المناسبة تعيد قوة النخبة الحضرمية تموضعها داخل تشكينات المنطقة العسكرية الثانية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية كحارصة لمكتسبات الدولة وحاملة لنشانها وزيها العسكري الرسمي جيش نظامي يمني لا ميليشيا مناطقية عصبوية